السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى هنعمل عيش تحي طبعا هنعمل الفينو والعيش القيزر بالشوفان انا عندي هنا كبايتين شوفان ناعم انا طبعا طحنتوا في البيت وعندي هنا ربع كباية مية وحطيت عليها معلقة سكر ومعلقة خمية طبعا هدوبها واسيبها وغطيها لحد ايه متى ما تخمر بصوا انا غطيتها دلوقتي وهسيبها بحيث ان ايه ان الخميرة تتفاعل مع السكر والماء دلوقتي بقى عندي هنا شوفان هحط يعني ربع معلقة ملح عندي هنا الخميرة بصوا بقت حلوة زي هي نزلتها وهقلب كويس جدا وهنزل طبعا الخميرة اللي في قلبيها كده بشوية مية وهنزلها وهعجين بصوا زي ما انت شايفين انا بدلوقتي بس هقلبها وبعد كده هعجينها كويس جدا وهسيبها تخمر بدلوقتي هقلبها كويس جدا وبعد كده ايه هعجينها دلوقتي هي خدت معايا كباية مية وربع اللي احنا حطناها في الخميرة بصوا ايه انا عايزها عجينة ملزقة شوية ما تبقاش نشفة بصوا عاملة ازاي دلوقتي بقى هغطيها دلوقتي بعد ما سبتها خمرة بصوا بقيت ما شاء الله بعد ما غطيتها وخمرة بصوا عاملة زي بتحسوها ان هي هاشة كده عندي مية انا طبعا مش هحط زيت عشان ما يبقاش فيها اي حاجة انا هحطي بس الزيت في الصاج بتاع اللي احنا هنخبص فيها شوية مية بس عشان ايه ما تلزقش في يدي وهعملها زي رريفة القيزر كده بصوا كده كورتها وهحطها في الصاج بتاع الخبيز طبعا زي ما انت شايفين كده هخلص بقى كمية كلها وبعد كده هسيبها تخمر تاني عندي هنا الصينية بتاعت التوستي كده عملتها حطيت بقيت العجينة زي الفينو وبعد كده غطيتها كده بعد ما العجينة معايا خمرت طبعا هادي الوش بتاعها بقي بيضة وشوية لبن وهقلبهم كويس جدا وبعد كده هدهن الوش بتاعه وممكن بقى وانت بتدهني كده ممكن بترشي آآ شوية شفان خشن زي ما انت شايفين بخلطهم كويس جدا وبعد كده ايه هدهن الوش للفينو وبعد كده بقى هدخلها الفرن بصوا بقى كده بعد ما طلعته من الفرن بصوا هعمل ازاي طري جدا وجميل قوي 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 طبعا انت ممكن تقسمينه السين عشان بس انا استعجلت دي اول غلطة يعني اللي انا استعجلت وصبت ومستنيتش عليه لما برد بحيس ان انا افتح وارغولكم طبعا لما بيبقى سخن طبعا بيفرول فتسيبيه شوية لما يبرد بصوا عامل ازاي من جوه حلو جدا بتمنى تجربوه بجد ترجمة نانسي قنقر